اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج دا كلينك ومعينا النهاردة في استضافتنا دكتور علاء ابراهيم اهلا بحددك يا دكتور اهلا بيك يا رينتي اهلا بس تجدنا حيك معنا النهاردة في الحلقة وعايز الاول حيك بس اتعرفتها بنفسك اولا شكرا لكي ثانيا انا دكتور علاء ابراهيم استاذ ورئيس اسم القلب بالطب المينيا وزميل جامعة كاليفورنيا بالولادة المتحدة الامريكاية اهلا بيكم اهلا بيكم اهلا بيكم انا عارف حقيقة النهاردة هتتكلم معنا عن اه فشل القلب او الهارد فيلر وعايز احيك تتكلمنا اكتر عن المرض وايه عراضه وايه اللي علاج بتاعه جميل اه في الحقيقة مرض اه الهارد فيلر هو مرض اه مهم جدا للاطباء يعرفوا انه المرحلة النهائية لمعظم اه امراض القلب اللي بينتهي اليها المريض وهو اكتر خطورة من اه الكنسل لانه في الوفيات بتحدث خلال خمس سنين في معظم العينين وبعضهم خلال سنة واحدة واذا ما كناش نشخص بدري ونعالج اجريسفلي المريض بيتوفاه الله وبالمقارنة للكنسر اصبح مور ديفيكال الكنسر فيه كيوريتف مليجنس دلوقتي اولا من ناحية البريفلانس من ناحية الشيوع الهارد فيلر is a more prevalent disease than ever before نمر واحد بسبب زيادة الابوليشن زيادة الاجينج سكتور من الابوليشن والامبروفمنت في السورفايفل بسبب الامبروفمنت في الدياجنوزيز انترابي اذا هو مرض متزايد نمر اتنين تشخيصه هنا الصعوبة لانه اتميز سيميوليت شيست ديزيز احنا عندنا ميجور وماينور كريتيريا معروفة للدياجنوزيز في هارد فيلر وعلى رأسها الفلمونري كونجيست الفينومنة جاجلور فينس ديستنشن لازم تبقى موجودة في ظل وجود اسباب للهارد فيلر وعدم وجود سيميوليتر في هارد فيلر ده لازم يبقى التارجد بتاعنا واحنا بنأسس العيانه في هارد فيلر مش بس هو في هارد فيلر ولا لأ لا ايه الاسباب اللي قدد للهارد فيلر وطبعا احنا عارفين الاسباب من اول الكونجينيتل هارد فيلر للفلفلور هارد فيلر المور كومون دلوقتي الهايبارتينشن اند كوروناري ارتريزيز واخيرا الكارديوم ووابسي دول يمكن الفايف ميجور كوزيز لكن المور كومون كل يوم بيزيد الهايبارتينشن اند كوروناري ارتريزيز بالنسبة لبقية الاسباب لو جينا نتكلم على التشخيص فيه كلينيكل دياجنوزيز وفيه لاب اند بخير ايباريزيز اند كوروناري الكونجسيف اينا جاجل رزيزيز بحثيان بيذال الأديم اقلعب اكبر وكبرتكالل معم llegتكالل هارز ووالث بحث هارز وعوناري بزد أماني يرغب المترجم للغاية 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 and the interest to as well as a application therapy for tachyarizmias and valve lower her disease repair or interventions like mitral valve interventions by clip or X or other interventions there is mitral regurgitation for example with a secondary I mean for the secondary mitral regurgitation also tavy for those with the valvular aortic stenosis degenerative valvular aortic stenosis etc so still the treatment of the underlying etiology is essential for the advanced management of heart failure as we have said heart failure is a more malignant than malignancy and we have to take the diagnostic and the therapeutic steps in im more serious situation thank you ثميناكتر قد في سؤال ما ستحمس الحق عليه هل هوا ازاي ممكن يكون بساعد ان احنا نعمل اولنس اكتر عن الهارد في الحقيقة ده سؤال اه مهم جدا وانا يعني عنتهز الفرصة ان انا اشكر الTeriorman والمايسترو BEHIND this whole worker البروفيسور محمد صبحي اللي خلى كارديو أليكس أصبح يعني a standard prestigious international conference gathering experts from whole the world. This is one of the most important international meeting in the area in the last 10-15 years. شكرا يا بنتي لإستضافتكم وأتمنى التوفيق لكم جميعا شكرا